الحمد لله رب العالمين جعل الفوز والنجاة للمؤمنين وخسارة على الكافرين نحمده جل وعلا على ما من به من الهداية لهذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى الدين أما بعد فهذا درسنا آخر من دروسنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ولعلنا نقرأ شيئًا من أحاديث هذا الكتاب لعل الله عز وجل أن يفقهنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرفنا معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اخلنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها وساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فقال أهلها نبيعها على أن ولا أهلنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء فقالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق المراد بالولاء نسبة من تم عتقه من المماليك إلى من تفضل عليه بالعتق ليكون بينهم علاقة مناصرة وموالات فالولاء قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمعتق ومن ثم إذا باع مالك المملوك مملوكه على شخص فلا يصح له أن يشترط أن الولاء يكون لهذا البائع لأن من آثار عقد بيع المملوك انتقال حق الولاء إلى من اشتراه وفي هذا الحديث عدد من الفوائد منها فضيلة العتق وحرص الشريعة على اعتاق المماليك ولذا أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية فتعتقها وفي الحديث أن العتق كما يكون للمماليك الذكور يكون لالنساء وفي الحديث جواز المماكسة في البيع ومحاولة المشتري إنقاص ثمن السلعة المباعة ولذا قال ساومت بريرة وبريرة مملوكة اعتقت قال فخرج إلى الصلاة يعني أنه لم يكن هناك صفقة بيع ولا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فقال أهلها يعني أن ملاكها الذين يريدون بيعها قالوا نبيعها على أن ولاها لنا يعني بشرط أن يكون الولاء إذا اعتقت لهم فحينئذ ترددت عائشة هل تمضي العقد أو لا تمضيه قال فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء به الرجوع إلى أهل الفضل والعلم في مسائل أحكام الشريعة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم أبوا يعني رفضوا ومانعوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا أل ولا يعني أن يكون لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنك ذلك أي أن تمنعهم من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم لا يمنع عائشة من شراء هذه المملوكة ثم قال اشتريها وفي هذا دلالة على أن العقد المجتمل على شرط فاسد يجوز المضي فيه وفي هذا الحديث من الفوائد أن الولاء لمن أعتق وفي هذا الحديث دلالة على جواز البيع والشراء مع النساء وفي هذا الحديث أنه لا بد من ملاحظة موافقة الشروط أو عدم مخالفة الشروط للشرع وفي هذا دلالة على أن من أعتق فإنه أحق بمعتقه حتى ولو كان له شيء من الحقوق والواجبات وفي هذا وفي هذا الحديث دلالة على جواز شراء المرأة للمرأة وفيه أن شراء هذه الجارية قد رتب عليه وجود وانجرار الولاء وفي هذا الحديث دلالة على جواز شراء المكاتب وأنه لا حرج فيه فإن هذه الجارية كانت مكاتبة وقوله لا يمنع عنك ذلك يعني أن اشتراطهم للولاء لا يردك عن شراء هذه الجارية لا يمنع عنك ذلك اشتريها وهذا امر وقد ورد بعد توههم عدم بقاء الولاء لعائشة فلم يكن هذا اللفظ دليلا على الوجوب وفي الحديث تقريد القاعدة بأن الولاء لمن اعتاق احسن الله اليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قال طغوس فقلت لابن عباس ما معنى قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسار قوله لا تلقوا الركبان فيه النهي عن استقبال من يأتي بالسلع خارج حدود المدينة ليشترى منه فإنه في الغالب يبيعه برخص وفي قوله ولا يبيع حاضر اللباد النهي عن هذا الأمر وفيه دلالة على أن الحاضر لا يكون سمسارا للباد وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وفي هذا أيضا أنهي عن أن يبيع الحاضر للباد سواء كان وكيلا بأجرها وبغير أجره أو كان متبرعا وفي هذا دلال على جواز السمسرة فيما يتعلق بالتعاملات والبيع الذي يكون بين الناس وقوله قال طاووس لابن عباس ما معنى قوله لا يبيع حاضر اللباد ففسره بأن المراد لا يكون له سمسارا حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد في هذا أنهي عن أن يكون صاحب الحاضر سمسارا للباد الذي لا يعلم أسعار السوق حسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهين أن يبيع حاضر اللباد في هذا أنهي أن يكون الحاضر وكيلا وقائما ببيع أموال البادي وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض نعم حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا إن زاد فري وإن قصف عليه وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله قال وحدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لصاحب العري أن يبيعها بخرصها كيلا ثمرا في هذا الحديث النهي عن المزابنة والمزابنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس السلعة رطبة من مثل بيع التمر في مقابل الرطب فهذا مزابنة فيمنع منه إلا في العرايا بشروط خاصة قال والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا في لفظ بيع بيع الثمر بالثمر كيلا قوله هنا بيع الثمر بالتمر التمر هو الذي تم استخلاصه وتجفيفه ورصه وأصبح جاهزا لتخزينه بينما الثمر هو الرطب أول ما يجنى من النخل والعل في منع بيع الرطب بالتمر أنه عند تجفيفه ينقص حجمه وقوله هنا وبيع الزبيب بالكرم كيلا فالزبيب يصنع من الأعناب والكرم نوع من أعناب العناب أو أنه ما يكون مجهزا للاستعمال العالي فيه فالزبيب أصله عنب فمن ثم لا يجوز أن تبيع الزبيب بالعناب وذلك لأننا لا نعلم مقدار التساوي ووجوده وبالتالي فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل عند بيع السلع الربوية قوله إن زاد فلي وإن قصف علي هذا هذا هو طريقتهم في هذا التعامل قال وإن كان زرعا يعني ينهى عن ما يماثل المزابنة مما يقال له المخابرة قال وإن وإن زرعا مثل البر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك فإن كان زرعا فنهي أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله لما فيه من خشية وجود الربا قال وحدثني زيدا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا العرايا نوع من أنواع المزابنة فيبيع رطب جديد بتمر مكنوز ولكنه بشروط معينة منها أن يكون أقل من خمسة أوسق ومنها أن يكون بخرص التمر على روس النخل ومنها أن يكون ذلك فيما يجتنب فيه الحيل على التعامل الربوي نعم حسن الله ليكم قال رحمه الله قال أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم قوله لا تبيع الذهب بالذهب الذهب سلعة ربوية لماذا لأنه من الأثمان وبالتالي هو من السلع التي يجري فيها الرباء والرباء كما تقدم ربا فضل وربا نسيئة وقوله إلا سواء بسواء تفاديا لوجود الربا في هذا التعامل فإنه عند التفاضل فمعنى أنه لم يحصل التماثل وهكذا نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواء بسواء يعني أنه لابد من التماثل في هذه السلعة ثم قال وبيع الذهب بالفضة يعني أن الأمر في ذلك واسع ولكن جاءت النصوص الأخرى دالة على وجوب التقابل في مثل هذا العقد قال وبيع الذهب بالفضة والذهب ثمن والفضة ثمن ولابد من اتحادهم في هذا الباب ومثله بالعكس هذا شيء من أحكام هذا الباب بارك الله فيكم وفقكم لكل خير أسعدكم في دنياكم وأخراكم وجعل الله العاقبة الحميدة لكم دنياً وآخرة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر